العزلة والغضب والقلق والإرهاق المستمر هي أبرز أعراض الأمراض التي واجهها النازحون في العراق ولا يزالون منذ سنوات فالحرب ضد تنظيم الدولة أخذت العراق ومواطنيه نحو معاناة كبيرة حيث ما زالوا يدفعون ضريبتها الكبيرة حتى اليوم وربما يدفعونها لسنوات في تلك الحرب القاسية التي لم تفرق بين إنسان وحجر انتهكت الكثير من حقوق الإنسان ونزح الملايين عن منازلهم وأصيب معظم النازحين نتيجة إهمال الحكومة لحاجاتهم ضرورية بأمراض نفسية إلى جانب الجسدية ستبقى آثارها ملازمة لهم حتى وقت طوي منظمة أطباء بلا حدود الدولية وصفت الأوضاع النفسية للنازحين العراقيين وبشكل خاص من واجهوا أحداث الحرب بشكل مباشر وقالت المنظمة إن أمراض النازحين العراقيين التي ظهرت بنهاية الحرب ضد تنظيم الدولة تشكل خطرا على أنفسهم لما تركته من آثار سلبية كثيرة فيهم تقرير للمنظمة بيّن كذلك أن تأثيرات الصدمات النفسية التي يعاني منها النازحون بسبب الحرب وخصوصا الوافدين إلى معسكرات الإواء من مناطق الحرب المباشرة تتصف عوارضها في أشدها بالعزلة والغضب والقلق والإرهاق المستمر وأختار ذلك على الأفراد والمجتمع بشكل عام كبير كذلك تحدثت المنظمة في تقريرها عن عدد النازحين واللاجئين الكبير في العراق والخدمات غير الكافية التي تقدم لهم ولا تلبي سوى جزءا يسيرا من متطلباتهم أطباء المنظمة أكدوا أن ما وصفوها بالاضطرابات الصحة الصامتة ستتضاعف عندما يعود الناس إلى منازلهم ويدركون ما فقدوا كما توقع هؤلاء زيادة عدد حالات اضطراب ما بعد الصدمة كما رأى الأطباء أن العنف سيؤدي إلى العنف في العراق فأمراض الملايين من النازحين النفسية ستؤثر سلبا على كافة جوانب حياتهم ومستقبلهم